السلام عليكم ورحمة الله قد تكون وراثية معقول؟ ايه معقول رح اقلكن كيف وقلكن شو الحل بإذن الله طبعا الحل بسيط كتير من المعروف عن دكتار انه متلازمة داون هي زيادة بعدد الكروموزومات يعني عدد الصبغيات اتفقنا من كم حلقة انه الكروموزوم هو نفسه الصبغي بالعربي عادة بيكون عند الانسان 46 صبغي وما بعيش اذا كان اقل من 46 او اكتر الا بحالات معدودة منها حالة الداون سندروم اللي بيكون فيها زيادة بالكروموزوم 21 بدل ما يكون فيه منه بس نسختين واحدة من الام واحدة من الاب بيكون فيه نسخة اضافية فبيصير عنا ثلاث نسخ من الكروموزوم 21 وبيصير عدد الكروموزومات الكلة 47 بينتج عنها الشي صفات جسمية معينة ومشاكل مرضية وعقلية بتتفاوت شدتها بين كل حالة وحالة فيه من الداون بيكون عندهم مشاكل بالقلب والتنفس والسمع وفتحة الشرج وفيه اللي المشاكل الصحية عندهم اقل بكتير حتى القدرات العقلية بتتفاوت ففيه من الداون قادرين على انهم يدرسوا ويشتولوا وياخدوا شهادات ممكن ثانوية والقليل منهم ممكن يتخرجوا من شهادات عليا بتذكر كانت تحكي لنا دكتورة الوراثة بالجامعة انه لما كانت ببريطانيا كانت النيرس اللي معها داون ومعها بكالوريا وتقدي عملها بشكل جيد جدا بس لازم هدول الاشخاص يتعاملوا من هن وصغار متل ما بيتعامل اي طفل عادي ويدخلوا مدارس عادية حتى تتطور قدراتهم الذهنية وفيه من الداون لازم هن مدارس خاصة المهم انه الحالات بتتفاوت شدتها عقليا وجسديا انا خصصتها الحلقة للداون لانه من بين كل الف ولادة بتكون فيه ولادة بابي منغولي بالمناسبة غلط ان يقول منغولي هو سبب التسمية من الاساس لما لاحظت دكتور جون داون انه كل هالاشخاص لهم شكل متشابه ومميز وهاتدلوا على انه في عامل وراثي مشترك بينهن وشبه شكلهم بشكل سكان منغوليا لذلك اطلق عليهم اسم منغوليين لكن بعام 1965 قدمت منغوليا طلب لمنظمة الصحة العالمية بتغيير الاسم وافقت منظمة الصحة العالمية وغيرت الاسم عام 1980 لاسم مكتشفها الحالي الدكتور جون داون لذلك صار اسمها متلازمة داون انفوت ببيت القصيد قلت لكم ان عاملها الحلقة مولا مرضى داون انا عاملتها لذويهم بدك تجيبي ولد تاني وعندك ولد داون بدك تتزوج وعندك اخ داون ايه عادي شو المشكلة ما هو مانو وراثي هاي حالة بتصير بشكل عشوائي الحقيقة هي لأ ما فينا نعمم هالكلام لان ممكن تكون متلازمة داون وراثية في بعض الاحيان النادرة شوفوا بالنسبة تصل الى تسعة وتسعين بالمية من الحالات تكون عشوائية يعني مانها وراثية لكن في واحد بالمية معقول تكون من الام او الاب ومعقول انت السليم اللي اخوك داون تكون حامل للمتلازمة ولست مريض لكن ممكن تورثه لابنائك كلام غريب ما؟ الموضوع بسيط وحتى حله بسيط بده مجرد وعي بالحالة مو اكتر قلنا انه الانسان بشكل عام عنده 46 كروموسوم متل ما انكن شايفين طبعا هاي ما بتكون مصفوفة بهالطريقة بتكون ملفوفة بطريقة عبقرية وموجودة بالنوية بس هاد مجرد تمثيل للي بيصير المهم 46 صبغي مرتبين على شكل 23 كروموسوم 23 جايين من الام و23 من الاب صاروا 23 زوج مسميين من 1 ل 22 ورقم 23 هو اما XX للانثى او XY للذكر يعني الصبغيات الجنسية مثلا كروموسوم واحد هو عبارة عن كروموسوم اسمه واحد من الاب وكروموسوم اسمه واحد من الام الصبغي 2 هو صبغي اسمه 2 من الاب واللي اسمه 2 من الام وهكذا عند تكاثر خلايا جسم العادية بتضعف هالصبغيات وبتنقسم فبتعطينا خليتين بكل واحدة 46 كروموسوم متل الشكل اللي عم تشوفو اما عند انتاج الخلايا الجنسية او اللي تسمى الخلايا العروسة الجرم سيلز واللي هنن الحيوانات المنوية والبويضات بكون الانقسام منصف يعني ما في تضاعف بس بيصير انقسام يعني الخلية اللي 46 بتعطي خليتين 23 صبغي ب23 صبغي متل الشكل اللي عم تشوفو كل هالشرح مشان نقول انه في بعض الاحيان لما بيصير هالانقسام بتصير بعض الاخطاء او الطفرات منها انه الصبغي 21 ما بينقسم وبيزيد عدده فبيصير الحيوان المنوي بيحمل 24 كروموسوم بدل من 23 وهي النطفة بالذات هي اللي بيكون لها الفرصة بتلقيح البويضة واللي بتحتوي من الاساس على 23 صبغي فبيصير العدد عنا 47 كروموسوم وبتنشأ حالة الداون سندروم طبعا الكلام اللي حكيته على الحيوان المنوي الاسبيرم نفسه بينطبع على البويضة يعني ممكن من الذكر او الانثى يصير هالشي بس للسهولة رح اعطي دائما المثل بالاسبيرم النطفة طيب يعني الفكرة بشكل عشوائي تماما صار في زيادة بالكروموسوم 21 وما لها علاقة الوراثة ابدا كمان في حالة تانية هو انه لا من الاب ولا من الام سبيرم طبيعية لقحت بويضة طبيعية وصار عنا بيضة ملقحة 46 كروموسوم وصارت تنقسم عطت خليتين بعدين هالخليتين عطوا اربعة والاربعة عطوا ثمانية وهلما جرى متل ما شفنا بالفيديو اللي عملنا عن خلق الانسان رح حط لكم الرابط بأعلى الشاشة وبصندوق الوصف المهم هاي الخلية صارت تنقسم متل اي خلية لكن باحد الانقسامات ما انقسم الكروموسوم 21 وظل ملتصق بأحد الخليتين ناتجتين عن هذا الانقسام فاللي صار انه خلية صار فيها 45 كروموسوم فماتت وبطلت تنقسم وخلية كملت انقسامة وهي فيها 47 صبغي وهيك صار عنا خلايا طبيعية 46 اللي ما حدث فيها هذا الخلال وخلايا 47 وهي الحالة منسميها موزيك نحن ما بنعرف هاي الطفرة بأي انقسام صارت وقديش ساهمت هاي الخلية اللي بتحتوي على 47 صبغي ببناء خلايا الجسم كله هل ساهمت بـ 75% من الجسم ام بـ 50 ام 20% اللي بيصير انه منعمل عينة من الدم ومنحسب نسبة الخلايا الطبيعية لخلايا داون ومنقول داون موزيك بنسبة كذا وهي النسبة مو بالضرورة تكون دقيقة لان بيجوز مثلا بالخلايا العضلية تكون اكتر والعضمية اقل وهكذا على حسب تدخل هالخلية الام ببناء هالانسجة المهم انها كمان حالة عشوائية وما لها علاقة بالوراثة ابدا وهلأ رح نجي للحالة اللي بدنا نحكي عنها واللي هي صحيمة الماء لنا باول الفيديو انه الانسان ما في عيش بـ 45 كروموسوم الا بحالات محدودة جدا منها هالحالة واللي هي انه نلاقي شخص طبيعي جدا وما بيعاني من اي اعراض او اي مشاكل صحية وايجا ولد داون سيندروم نعمله فحص كاريو تايب يعني فحص كروموسومات منلاقي عنده 45 كروموسوم عنده نقص بالكروموسوم 21 مو معقول المفروض ما يعيش لانه عنده نقص بالصبغيات الجسمية اي صح ما بيعاني من شي ابدا لان هو صحيب الفحص عنده 45 كروموسوم لكن بالحقيقة عنده 46 بس الكروموسوم 21 منتقل ومنتسق بصبغي تاني مثلا مركب على الصبغي 15 فلما منأكد على الصبغي 15 منلاقيه اطول من العادة هاد بشكل عام ما بيأثر على الشخص نفسه ابدا لان 46 صبغي عم يقدوا عملون المشكلة بتصير لما بده يأنجب فبيصير عنا اربع حالات الربع من الحيوانات المنوية طبعا اتفقنا انه بينطبق عن نساء كمان بس كمثال عم اعطي على الرجل فقط فالربع بتحتوي 22 كروموسوم وهي ما بتلقح واذا لقحه تبيطلع 45 بصير اجهاض وما منعتبره حمل والربع منه انه بيحملوا 23 كروموسوم بشكل طبيعي بس تلقح عند البويضة اللي بتحمل 23 يبيطلع انسان طبيعي 46 مانو حامل والربع 23 بس في الكروموسوم 21 ملتسق على غيره فاداء 24 يعني 24 كروموسوم بس تلقح بيطلع جنين 47 يعني داون سندروم والربع الاخير 22 صبغي بس في ال21 ملتسق بغيره يعني بس تلقح بيطلع انسان 45 صبغي كامل متكامل لكن حامل للطفرة مثل ابو طبعا هاي الاحتمالات الربع يعني 25% احتمال بكل مرة وحتى اذا بدكن اذا صار الحمل بيرتفع الاحتمال للتلت لان مو قلنا انه ربع الاسبيرمز ما بتلقح اساسان يعني اذا صار حمل معناها طلع هذا الربع من المسابقة وضلت الاحتمالات مقسمة على 3 اذا صار حمل فممكن 33% انه سليم 33% داون 33% سليم حامل للطفرة ممكن يجيب الواحد من هدول الاشخاص خمس اولاد يكونوا كلهم سليمين او كلهم حاملين او كلهم داون او واحد او اتنين المهم بكل مرة عنا احتمال التلت واحد عالتلاتة لايحدث احد السيناريوهات المذكورة طيب ايجاك او ايجاكي ولاد داون لا تخافي 99% صارت الشغلة عشوائية وعلى اغلب ما رح تصير مرة تانية الا اذا طبعا رب العالمين شاء بس في واحد بالمية انك تكوني انتي او ابو من الحالة السابقة شو الحل اول ما بتجيكي هالهدية اللي هي ولاد داون اعملي انتي والاب كاريو تايب اذا كان واحد من بيناتكن من الحالة اللي شرحتها يعني 45 صبغي بتكون تجيبوا كمان اولاد فبتجيبوا عن طريق البي جي دي اللي هو القاح مجهري طفل انبوب بتصير عليه دراسة جينية الاجنة المصابة والحاملة تستبعد والاجنة السليمة وغير الحاملة تزرع وخلص بيمشي الحال طيب انتو معت بتكون تجيبوا اولاد هون اولادكن لازم يعملوا هالفحص لان ممكن مننون يكونوا حاملين للطفرة بيعودوا بس بدهم يتزوجوا ويأنجبوا بيأنجبوا عن طريق البي جي دي وخلص بسيطة كتير تنتهي المشكلة وبالاخر متلازمة داون تسمى متلازمة الحب لانه بيتمتعوا بكمية محبة وعاطفة كتير كبيرة وكل اللي بيكون عندهم شخص داون بيقولوا انه مصدر السعادة والفرح والطمأنينة بالبيت بتمنى السلامة والصحة للجميع وبتمنى انه الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم ياريت تشاركوها وتوصلوها لأكبر عدد ممكن عسى يكون في حدا عنده هالحالة ونكون جميعا ساهمنا بمساعدتهم شكرا لكم شكرا لأستماعكم